بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وإن شاء الله أيامكم كلها بالخير واليوم والبركة تمر عليكم وبيوتكم دائما خالية من المشاكل وحياتكم دائما سعيدة وممتلئة بالتغيير وما زلنا مصرين على التغيير اللي إحنا إن شاء الله حنستمر فيه مع بعضنا لأن نصل ببلدنا العظيم بإذن الله إلى أعلى المراتب اللي إحنا كنا نحبوها ونتمنوها إلى أن نصل بأجيالنا الجديدة إلى أعلى المستويات الفكرية والعلمية والثبات على شرع الله بإذن الله اليوم مع بعضنا حنتكلموا عليه موضوع دخل كل بيت تقريبا وأصلا المواضحة دي زي ما قلنا لكم أنتوا اللي اخترتوها أنتوا اللي بعدتوها فبالتالي هي واقع بيوتنا الموضوع اللي هو الصراع الدائم والمستمر بين من الغلط ومن الصح الزوجة ولا أهل الزوج الصراع اللي جعل الرجل دائما يدور في دوائر لا يدري أي أين المشكلة ولا مع من يقف مع زوجته ولا مع أهله بإذن الله مع بعضنا حنشوفوا اليوم في حلقاتنا كيف ممكن خاصة أن نحن في هذا الشهر الفضيل أن تكون العلاقة أفضل أن الود هو اللي يطغي على علاقاتنا أن نحاولوا هذه العلاقة من صراع ومعركة مستمرة إلى ود ومحبة وإتار اليوم سؤالنا اللي توجهنا به للجمهور هو من الغلط الزوجة ولا أهل الزوج وكيف ممكن أن نحن نصلحوا المشاكل ونقللوا من آتارها في حياتنا يلا مع بعضنا ونشوفوا رأيكم بالخصوص خصوصية ما بين الزوجة والزوج يعني خصوصية ضرورية أنه أهل الزوج ما يتجوزوش يعني الحدود يعني الاجتماعية حسب العراف لحناك عرب ومسلمين يعني يجب أن يكون فيه فصل في العلاقة بين الزوج وزوجة ما بينهم وما بين العائلة تكون العلاقة فيه كانف الاحترام وتكون يعني ما فيهاش يعني خصوصيات اللي يتظل يعني في العلاقة وأنا حسب نظريتي اللي شبحتها في المجتمع يعني التردد هلبة على العائلة ممكن يظل بالعلاقة يعني بالدرجة الأولى وثانيا المشاكل الاجتماعية هي تردد أغلبتها يعني مراجعة للظروف الاجتماعية يعني المادية السكن بالنسبة لرأيي الشخصي يعني نتمنى كل زوجين يوفقوا في حياتهم الاجتماعية ويبنوا عائلة وعش زوجية على قواعد سليمة لكن من الأحسن أن الراجل يسعى أنه يوفر إمكانيات كاملة لعائلته ضروري الأمور المادية وضروري أنه يقيم بعائلته ما يتجوزش الأعراف فهذا أكيد بتكون متجاوبة للمرأة بإذن الله يحترموا بنت الناسي كأنهم يحترمها ويقدرها هي لما يحترمها ويقدرها هي بعدين حتي تحسي نفسها وتحترمهم وتقدرهم يعني كل الاحترام هم حاجة يعني بين العائلات الليبية اللي هو الاحترام يشاركوا في أنهم مثلا يعطوا النصيحة الغلط للزوجة بطريقة غلط يعني أنهم يتمنونها الأحسن وهي بطريقة خطأ هي مفروض هي الأشياء اللي تحدث بين الزوجة وأهل دارها تكون بين الزوج والزوجة ما تخرج عن الزوج والزوجة فهمت؟ الأغلب اللي يصير هو بين الأخت زي ما تقول أخت الزوج والزوجة هي عادتها المشاكل اللي يصيرا يعني هي الزوجة كأنها طرف جديد عليهم وكأنها تبي تأخذ منهم الابن يعني فهمت هي وهي بالعكس يكن يخلوها كيف أنهم بنتم كانت تعيشها معهم يصير في تفاهم بين الأهل الزوج والزوجة والله هو يكون من الزوج يقيم حد بين الاثنين هو أهل الزوج يقولوا ما عملوها بلطف وكذا وني كأنها بنتم والزوجة كذلك ما تدرش مشاكل تحولش أنها تباعد أهني ولادهم عليهم الزوجة هي المسؤولة وهي اللي بيدها تعالج كل شي لأن الزوج هو يأكل ويطلع بره لكن هي مفروض حتى تراعي الوالدة وتراعي كل شي صبر صبر ووسعة البال مع الزوجة والزوجة الزوجة بش تمشي الطريق شفنا آراءكم الجميلة جدا واللي يعني الحقيقة استوقفني العديد منها أول حاجة أنه لحظت اختلاف الآراء على حسب الأعمار يعني شوفوا السيدة الكبيرة تشوفوا أنه لا الزوجة هي اللي في يدها الحال الشاب كان رأيه جميل جدا وتركيزه أن المشكلة تكون عادة دائما هي صراع أسري بغض النظر أنه حدد بين الأخت تحديدا والزوجة فكرة أن الأهل يشوفوا فيها هي دخلت علي حياتهم جديدة ففيه ضوابط ففيه حاجة هي يبوها بنت في العيلة وفيه حاجة هي لأ غريبة وتفاصيل كثيرة كانت في أراءكم جميلة جدا لأنه هو هذا الحين نبوه مع بعضنا في روشيتة أن نحن نمسوا الواقع الحياتي البيتي ما نبوهش أن نحن نتكلموا خارج السرب ما نبوهش أن نحن نصنعوا الحياة الميتالية اللي هي الحقيقة يعني حتكون بعيدة عن النجاح لأن الإنسان لكي يتغير لكي ينجح البعض اللي يظن أن المواضح هذه لا تستحق النقاش أو فيه أمور أولى لا الأساسيات هذه مهمة جدا لأن إذا صلحت التفاصيل الصغيرة هي صلحت الحياة مثلا من اللي بينتج في المجتمع ومن اللي بيأدينا الخيارات الصحيحة ومن اللي بيرتقي بالأمة الرجال إذا كان عقلهم مرتاح داخل البيت ما فيش مشاكل ما فيش نكد ما فيش هذه الصراعات المستمرة هيكون الإنتاج أعلى الأولاد لما يتربوا في بيئة متوازنة فيها حب بين أهل أبوه وأهل أمة وأمة حيكون فيه راحة وحيكون فيه صدق أيضا في المشاعر لكن الطفل اللي يعيش فيه صراعات بين مثلا جتة وأمة أو عمتة وأمة حيكون النتيجة أنه هو حيكون أحيانا لقدر الله رأى بعض الصراعات تصل إلى درجة أنه تأتل في سلوكيات أطفالنا يعني نشوفوا أنه مثلا السلوك الفطري عند الأطفال الصدق لكن طفل عمره خمسة أربع سنوات ويكذب لأنه وقع في صراع غير متوازن في العائلة الأم تقول لها ما تقول لش لعمتك كده العم تقول لش انترت كده فالطفل في هذه الحال بيلجأ إلى إخفاء الحقيقة خوفا أو طمعا يعني يأما بيحكي لعمتها طمع في رضاها أو بينكر خوفا من أمة فبالتالي يضطر إلى تغيير الحقائق ويتعلم أول خطوات الكذب والكثير والكثير من الأطرابات السلوكية اللي يكون سببها عدم التوازن داخل الحياة خصوصا في العلاقة احنا اليوم تحديدا العلاقة بين الزوجة وأهل زوجها تحديدا وليس العلاقة مثلا بين الزوج والزوجة وتدخل الأهل فيهم ولا علاقة أهلها لا احنا نتكلم عن بيت العائلة والكنات تحديدا اللي هو زي ما نبقى نقوله بالليبي الكنة وعلاقتها بأهل زوج فالموضوع هذا خطير جدا ومنظورنا ليه أنه يعني أمور خلاص ما عايش فيه أي أمور تناقشوها والطريقة اللي البعض يحاول أنه يناقش بها أو يحاول أنه يعترض بها لمناقشة هذه الأمور هو الحقيقة كما يعمي عينه عن ضو الشمس الساطع لأن اللي احنا نشوفه فيه واني شخصيا من خلال مشاكلكم اليومية اللي تصني أنه فيه سيدات وقعات لدرجة أنها هي أحيانا تفكر في الانفصال تفكر أنها سيئة بأولادها بسبب ضغوط الحياة اللي احنا وقعنا فيها في هذا الخطأ من البداية من موضوع الخطبة احنا دائما في موضوع الخطبة ننسو أن الزواج اللي هو هيكون النهاية لهذا الأمر هو شراكة بين عائلتين شراكة بين أشخاص مختلفين في الطباع مختلفين في التفكير مختلفين في البيئة اللي هما نشأوا فيها ففي الأول لما نجوب نختاره لابد أن احنا نختاره اللي في بناتنا توافق يعني مثلا في تفاصيل صغيرة والله ما تستهينوا بالتفاصيل الصغيرة تفاصيل الصغيرة اللي تخلي الزوجة ما تتكيف مع أهل زوجها أو تخلي الأهل الزوج ما يشوفوها أنها هي متعالية عليهم أو كده أو كده فلابد أن نحنا نختاره أولا يكون فيه توافق بين العائلتين أقل شي في الأطر الأساسية ثم لابد أن الزوج يمسك القياد أي سفينة أي قارب لما يقودوه اثنين حيغرق الزوج هو القوام قوام على زوجته وهو قوام على إخواته وعلى أمه بالتالي هو يقدر يمشي المركب في الطريقة الصحيحة بأن أول حاجة العدل ثانيا عدم المقارنة ما تجيش تقول لأمك زوجتي دارت كده ولا لزوجتك أمي دارت كده الخصوصية في حياتك أنت كزوجة الخصوصية في حياتك عن أهل زوجك مش معناها روح نيه هنا ندعو إلى البعد والجفاء لا لكن أحيانا أنت لما جي تحكي بعض الأمور اتغار الأم اتغار الأخت وهذا أحساس طبيعي انقارنا ليه هو الكارتة الفكرة أننا ننكروا لا لا أنا ما غارش من كنتي لا لا أنا ما غارش من أم زوجي لا لا لكن هي الحقيقة والفطرة الطبيعية للنساء موجودة الغيرة وإن كانت بدرجات يهدبها الخلق ويهدبها الدين لكن موجودة إنقارنا عنها لا يخفيها فعلشان هيكي لا بد كل واحد فينا يحترم خصوصية الآخرين أنتوا تحترموا خصوصية نقصد الأهل يحترموا خصوصية زوجة ابنهم وزوجة الابن تحترم خصوصية أهل زوجها وأيضا لا بد أن نحن ننهو موضوع المحاسبات فعلت ما فعلت أدت ما أتت جت ما جت رمضانت معانا أحنا في رمضان فطرة ما فطرة لا خلوها الأمور تجيب المحبة حاولوا أننا دائما ننظروا أننا مش في حالة حرب ولا في حالة تنافس على هذا الزوج يعني أنت أخوك وأنت زوجك وأنت والدك المثلة هذا لابد أن يتحول إلى دائرة ندوروا فيها كلنا بالمحبة والخير وحبوا لأنفسكم اللي تحبوا للآخرين يعني أنت كأم حبي لمرتولك اللي تحبي لبنياتك وأنت كأخت حبي لزوجك اللي تتمني لي روحك مع زوجك وأنت كزوجة شوفيها هدي كأن أمك اللي تدير لها مرتخوك وأختك هدي وأخت زوجك اعتبرها أختك كيف تحبي أنت مرتخوك تتعامل معها ممكن أنتوا تشوفوا هكي إنه شين هذا الكلام يعني هذا الكلام كنا عارفيننا وفاهميننا في الحياة لكن قداش نطبقوا فيه قداش نحنين ماشيين دفة الحياة داخل بيوتنا بمحبة وود بالله عليكم خاصة نحنين في هالشهر الكريم قداش بيوت فيها نكد الآن الآن واني نتكلم معاكم متأكدة أنه فيه الكثير من البيوت فيها نكد فيها مشاعر للأسف سيئة أترت حتى على تربية الأولاد زي ما ذكرت لكم من البداية بسبب هذا الخصام اللي مليش أي داعي لو بس نفهم الحقيقة في تفصيلة العلاقة إنها هي لابد إنها تكون تكاملية وليست تنافسية هنقولوا تدريبنا اليوم مع بعضنا الزوجة وأهل الزوج أنتو الزوج نبي كل واحد فيكم يعني أنتي كزوجة وأنتي كأم وأنتي لو فيه خوات أنتو يا خوات الزوج نبي كل واحدة فيكم تتذكر آخر موقف خصام صار وإن شاء الله يا رب العالمين ما فيش مواقف خصام وإن شاء الله ما تتذكرونش وتتذكروا بس الود والمحبة لك خلنا نكونوا واقعيين آخر موقف بغض النظر عن شتة وحاولي إنك أنت تكت بتفاصيلة أو تشوفي من اللي بديه من اللي غلط أخوني زي ما قلنا التقييم الصحيح للذات هو سبيل التطور أي إنسان ينكر ويحاول أن يطلع الخطأ في الآخرين أمرا مش حيتغير أمرا مش حي يكون ماشي خطوة لقدام خلينا نكونوا منطقيين في تقييمنا وكل وحدة فينا تشوف وين الغلط أنا اللي غلطت ولا هي اللي غلطت وإذا كان أنا اللي غلطت إحنا توفي شهر التسامع قوي قلبك انويها لله بر يقولي سامحيني وخلنا بده صفحة جديدة إذا كان هي اللي غلطت انويها برضو لله وسامحيها أوهيلها خلنا بده صفحة جديدة وحتشوفوا كيف الحياة حتكون جميلة ومريحة لأن الحقيقة اللي قاعد يصير كلها يرد على كل الأطراف بالسوء وينتهي العمر وإحنا في غيض وإحنا في كدر وإحنا في حالات سيئة يعلم بها الله سبحانه وتعالى فبالله يعليكم أيها السيدات اللي موجودات في البيوت سواء كنتي زوجة سواء كنتي أم سواء كنتي أخت لهذا الزوج خلوا دائما الحكم الصحيح والوعد ذاتي بأخطائنا هو أساس تغييرنا في إصلاح هذه العلاقة زي ما تعودنا رشيدة بسيطة وسهلة تساعد كل واحد في أنه يقدم بهذه العلاقة للأمان بس اليوم رشيدتنا هتكون فيها للزوج نصيحة وللزوجة نصيحة وللأم نصيحة خلينا نشوفوها مع بعض إلى الزوجة حبك لأمك عبادة وحبك لزوجتك سعادة فأحسن التوازن بين دينك ودنيك إلى الزوجة ادفعي زوجك نحو أمه ليرجع إليك كل مرة وهو أكتر حب وراحة بار إلى الحماء ادفعي ابنك نحو زوجته ليرجع إليك كل مرة وهو أكتر اطمئنان وصلاح حال ودمتم في بيوت خالية من المشاكل اشتركوا في القناة